بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي وبناتي فيديو النهاردة موضوع النهاردة لن تتقبله كل أنواع النساء وإنما هتتقبله فقط المتميزات فقط من النساء التي أو التي يبنى عليهم المجتمعات هل أنت ست متميزة أو بنت متميزة؟ كل واحدة فيكم تبقى فاكرة أن هي السوبر وومن لكن النهاردة حيبان لما تسمعي الكلام وتشوفي هل أنت لديك القدرة على تطبيقه ولا لا في يوم الأيام زمان وأنا طفل صغير كان ليا جوز خالتي رحمة الله عليه من أبطال حرب اكتوبر كان عنده عادة سيئة جدا كانت بتفقع مرارتي أفتح الحنفية يجري وراي فيها أفتح النور أسيب وأخرب بره القوضة يجري وراي فيها أفتح المروحة في الزمن ده ما كانش لسه التكيفات انتشرت قوي يطلع وراي يطلع وراي يقفلها وكت بتدايق جدا وبروح اشتيك اللي جدي رحمة الله عليه وكان من القضاء أقول له يا جد محمد إبراهيم يمزي وراي وبيدايقني وكل سوي يقول لي أفتح المياه ويفتحش المياه يأفل النور أفل المروحة فكان يبصله يقول له إيه يا إبراهيم ده لسه طفل صغير قال له لا لازم يعرف اللي جاي شكله إيه الله أعلم اللي جاي ده في زمنه ولا في زمن عياله لما هو يتعلم من دلوقتي ويتضرب من دلوقتي لو جه في زمنه ربنا يعديه ولو مجاش في زمنه ربنا يعلمه إزاي يعلم ولاده يطقه شر الزمن اللي كلنا مستنينه يا عمي مش كده ولا إيه كلام ده بالنسبة لي كان كلام كبير بدخين ما فهمتش منه أي حاجة كبرت اتعلمت اشتغلت طيار اتجوزت بدأت ألعب رياضة بسمع كتب مسموعة وتفاسيل الشيخ الشعراوي لقيت الشيخ الشعراوي بيفصر إحدى آيات القرآن وبيقول فيها والله لا يأتين على العالم العربي وعلى مصر زمن تشح فيه المياه وتشح فيه الكهرباء ويشح فيه الخبز ويبطل فيه الزواج ويقل وينتشر فيه الطلاق بسبب سلوكياتكم اللي انتو بتعملوها إصراف الخبز إصراف الكهرباء كهرب اللي انتو بتعملوها إصراف المياه بترشه الشارع بالمياه وتخسله عربات بكمية كبيرة مياه لأن سيدنا النبي قال ولا تسريفه ولو كنتم على نهر جار طيب إيه اللي هنعمل إيه اللي هنعمله بقيت أنا ساعتها بضرب نفسي على إن أنا أقتصد في خيرات ربنا اللي عندي بحيث إن هي تبقى شعرة ما بين تطبيق قد أمر الله ولا تسريفه ولو كنتم على نهر جار أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تسريفه ولو كنتم على نهر جار وأمر الله إن الله لا يحب المسرفين دي شعرة ما بين البخر وشعرة ما بين حسن انفق الأموال بما يرضي الله ربنا أنعم على العالم العربي بجميعه وأنعم على مصر بفترة رخاء كبيرة جدا عشنا فيها وتمتعنا فيها وأصرفنا فيها وأسأنا فيها فزي أي شيء في الدنيا يجب أن يأتي مرحلة العقاب فجه مرحلة الثورات العربية في البلاد والضائقة المادية للدول وقعت فيها انهيار الاقتصاد في بعض الدول في دول ما تعرضتش بالكلام ده في دول ما تعزتش برضو شعوب ما تعزتش أسر ما تعزتش فرح ربنا باعت أزمة الكورونا العالمية سواء باكت خدعة أو حقيقة مناش دعوة ولكنها تعرضنا في أفنهار اقتصاديات بعض الدول وانهارت أسر وتخربت ناس كتير جدا ولكن كان دايما العلماء يقولوا إيه وينجي الله من يشاء يا ترى المشيئة دي بتقع على مين بتقع على الله ولا بتقع على العبد اتفق الجميع لأنها بتبدأ من مشيئة العبد إذا أراد العبد أن ينجو يتبع قوانين ربنا فيربنا ينجي طيب إيه هي الأسلوب أو التكنيك أو القانون اللي يتبع العبد كينجو هم حكتين ترشيد الإنفاق والاستثمار ترشيد الإنفاق إزاي ده بقى مسؤولية ست البيت والاستثمار إزاي ده برضو مسؤولية ست البيت علشان كده هم عارفين كويس جدا أعداءنا أصحاب الماسونية والصهيونية والكلام ده كله عارفين إن ست البيت دي العمود اللي بيتبني عليه المجتمع اللي بيطلع شعب قوي جدا جدا اللي بيطلع جيش قوي جدا جدا اللي لو كان قوي وماتين لا يمكن الدولة دي تتهد وهم بقى عايزين يضعف الست ليه؟ عشان زمن ظهور المسيخ الدجال ليه زمن ظهور المسيخ الدجال؟ لأن أكثر أتباعه من النساء ليه أكثر أتباعه من النساء؟ لأن هتكون في أزمة جديدة جدا 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 وهيكون هو في إيده كل حاجة ومين اللي هيزن على الأسر عشان يتبعوا المسيخ الدجال؟ الستات ليه؟ عشان هما مش قادرين يستحملوا يعني فترة عصيبة من الزمن ترشيد الانفاق أنت عارفة تداري تنفيقي إزاي أنت بتنفيقي قد إيه؟ إيه اللي ممكن تهدري من الفلوس ملوش لازمة؟ يعني أحرم عيالي يا كابتن؟ محدش قالك أحرم عيالي بس طلعيهم رجالة طلعيها ست قوية مش كل حاجة تبقى محتاجة لها تدية لها لأن لو كل حاجة محتاجة لها تدية لها وكل حاجة هو محتاجها تدية لها تدلع دلع مرق طلع ضعيف كاتكوت ولا ليه أي معنى مين اللي تقدر تعمل كده بحنكة؟ الأم لأن الأب لو حاول يعمل كده والأم مش موفقة الزنة هيزيد والنكت هيزيد الرجل عايز يخلص يدلها اللي هي عايزة بازة البيت طب والاستثمار الاستثمار في الزكاة في الصدقة الاستثمار في الصدقة طلعي صدقات كتيرة جداً اللي حواليكي لو أنت بتصرفي في إزازة البرفان ألفين جنيه خمسمائة جنيه تنفع وألف وخمسمائة جنيه بدأ مشتري نوع بألفين تلات تلاف خذي حاجة صغيرة على قدك والباقي طلعي للأسر اللي مش لقيا تحتاجة مش لقيا ومحتاجة يقوم ربنا يصطرها عليكي يقوم ربنا يبارك لك في عيالك مش هو بيقول سيدنا النبي داو مرضاكم بالصدقة وكل حدا تحسي يقولك طلع صدقة لله يقوم ربنا يصطرها عليك طلع صدقة لله يقوم ربنا يصطرها عليك طب دا في ناس في أزمة الكورونا اتحر وكانوا عندهم فلوس قد كده وفي ناس في أزمة الكورونا ربنا سطرها عليهم جداً ويقولك احنا ما نعرفش عبدنا ازاي في ناس بتدفع فواتير قد كده في استهلاك وفي ناس بتدفع استهلاك قد كده وفواتير قد كده طب ازاي جات ازاي علمياً ما تجيش لكن في حاجة اسمها البركة واحد زائد واحد يسوي اتنين بس عند ربك واحد زائد واحد يسوي مية وخمسين وممكن متين وممكن تلتمية انت وقلبك وانت ونيتك وانت واستثمارك مع الله في الزكاة لا لا يا عمي انا حستثمر في العقار طب ما محدش عند القدرة الشرقية يا أخوان اشتري العقار شاقتك بمية الف بقت بمليون انا مش قادر اشتري بمليون لا انا هستبعها لما تغلى شوية تبقى باتنين مليون ما هو اللي بيشتري الاند يوزر المشتري النهائي ما عمدوش القدرة الشرقية لا 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 انا حستثمر في شهدست استثمار ما هقمت الفلوس بتقل انا حستثمر في الدهب طب مش هو فيه سيدنا النبي قال هيجي يوم من الايام هيكون الدهب مرمي في الارض والناس بتشوتوا برجليها علشان ما تبزلش مجهود لان ما لوش قيمة لان ما فيش اكل ولا شرب الدهب ده يشتريه احنا داخلين على الموضوع ده بس خلي بالك في الاخر بيقول وينجي الله من يشاء المشيئة دي بتقع عليك وانتو ومين هي عمود البيت ست البيت الكلام اللي بقوله ده تقيل قوي على قلب الضعيفة وسهل قوي على قلب المرأة القوية يا ترى انت قوية ولا ضعيفة طيب هل انت يا اياتوها المرأة بتربي عيالك في البيت بطريقة انت فكراها استثمار لك في الحياة وفي الاخر تكتشف انك بتربي تمسيح اجنبية حتكلك لما تبقي ضعيفة وترجع تقول يا ريتني ما عملت كده يا ريتني ما عملت كده لو كنت تعرف اديني هقولك امتى الحلقة الجاية ساعدت بكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة